الإيثار من الأخلاق الجميلة التي أمرنا بها الإسلام وهو يدل على كرم صاحبه وجوده وسخائه ولذا يجلب محبة الناس واحترامهم ويطهر النفس من الشح والبخل وغيرها من الصفات الذميمة وهناك حكاية تبين فائدة الإيثار والتعاون بين الأصدقاء هيا لنعرفها سويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الحمد لله لقد جمعت كمية كبيرة من البندق تكفيني أنا وأبنائي لفترة طويلة ترجمة نانسي قنقر أه أتخلص من بعض حبات البندق لكني بذلت جهدا كبيرا في جمعه لا 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 ترجمة نانسي قنقر أه الحمد لله ها هو صديق الأرنب صديقي هيا يا صديقي ساعدني في حمل الكيس إلى البيت هيا 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 شكرا لك يا صديقي تفضل تفضل هدية بسيطة بندق أنا آكل الخص والجذر ولا آكل البندق سأعطيه لجارة البتة الطيبة ربما تحب البندق ربما تاك 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 يا الله بندق البندق لذيذ فعلا تاك تاك لكن أنا آكل الحبوب ولا آكل البندق سأهديه إلى جارة النعامة ربما تحب البندق كاك 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 يبدو أن جارة النعامة قد خرجت لأمر مهم على العموم سأترك لها البندق ها؟ ما هذا؟ بندق؟ أنا لا أكل البندق من من جيراننا يحب البندق؟ من هم؟ نعم هو السنجاب يا صديقي السنجاب تفضل يا صديقي السنجاب هذا البندق هدية لك لقد أعطيت كيس البندق هذا لصديق الأرنب وأنا أعطيته لصديقة البطة وأنا أعطيته لصديقة النعامة وهنا أعطيه لصديق السنجاب الحمد لله أن لي أصدقاء مثلكم فالمسلم يا أصدقائي يتحلى بالتعاون والإيثار ويفضل إخوانه المسلمين على نفسه ويقدم مصلحتهم على مصلحته ويسعى دائما للبذل والعطاء في السراء والدراء ويبتعد عن السلوك القبيح مثل الأنانية والطمع ويحب لإخوانه ما يحبه لنفسه فيجب أن نتعلم الفائدة من السنجاب وأصدقائه